لقاء منحة الأوساط السياسية الدولية صفة الفشل احتضنت النيجر بين مجلسها العسكري الحاكم حاليا ووفد مجموعة الكواس تمسك خلاله الانقلابيون بعدم عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة المجلس الذي يطوي صفحة بازوم يطرع في المقابل فترة انتقالية لن تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وحوان وطني للانتقال إلى الديمقراطية اذا لا تغير يطرع على المواقف فيما الجانبان يتحضران ويعدان العدة لمواجهة عسكرية محتملة من جانبها تقول انها اتفقت على يوم الزحف دون موعد معلوم وقادة الكاني مالي وبوركي نفاسو والنيجر ينصقون الجهود لمقابلة ومقارعة اي تدخل عسكري في النيجر ينضم الينا من القاهرة الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدولية دكتور اهلا بك بداية من متابعتك لأحداث اليوم ترى بوادر حل ام ان المسألة تتعقد هذا الملف يتعقد بعد طرح فكرة المرحلة الانتقالية والحوار الوطني للانتقال الديمقراطي من جديد في النيجر اهلا بحضرتك يا ستاري واهلا بالسادة مشاهدي قناة المملكة لا شك ان احداث اليوم تلقي بضباب يعني ملغمة بالغيوم في النيجر على اعتبار ان المزهد يزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل تمسك كل طرح بالطرح الذي طرحه المجلس العسكري انتقل بالتعيين رئيس وزراء ثم بعد ذلك اليوم يطرح انه سيسلم السلطة في خلال ثلاث سنوات وسيعود الى المصار الديمقراطي السياسي اما الناحية الاخرى فاكواس عقدت اجتماعها واليوم كانت هناك زيارة لوفد اكواس والتقت بالرئيس بازوم ولعمل مرة اخرى على عودة بازوم للمشهد ولكن في ظني وتقديري ان عودة بازوم الى المشهد السياسي مرة اخرى اصبح امرا مستحيلا على اعتبار ان مجموعة اكواس يعني ترغب في هذا هذه العودة حتى لا تطال الانقلابات هذه الدول المنضمة الى مجموعة دول غرب افريقيا او الاكواس وهي قلقة من هذا الاتجاه من انه يحدث ما حدث في النيجر في باقي الدول ومن ناحية اخرى المجلس العسكري ليس لديه اي رغبة حقيقية في الوصول الى تفاهمات بعودة الرئيس بازوم وحتى اذا اقدم اكواس على التدخل العسكري واظن انه مستبعد فلن يكون له اي عائد على واقع الارض لانه ليس من الممكن من هو القادر على عودة الرئيس محمد بازوم الى المشهد السياسي مرة اخرى من هو الذي يستطيع ان يعود هذا الرئيس المخلوع الذي اصبح صفحة من الماضي وبالتالي لابد من التريس وان يكون هناك نقطة لقاء بين الطرفين وان يكون هناك تفاهما على مصار ديمقراطي يحقق كل نتائج ايجابية على واقع الارض ترى دكتور حامد ان المجلس العسكري في النيجر يعني يتصرف بذكاء اكثر في موضوع الطرح الاخير مرحلة انتقالية ثم حوار وطني للاتفاق على كيفية الانتقال الى الدمقراطية تعتقد ان هذا الطرح ربما قد يدور بشأنه حوار للخروج من هذه الازمة في نقطة مهمة جدا استسطاري تجعل المجلس العسكري يقف على ارض صلبة وهو الدعم الشعبي الغير متناهي لموجود على واقع الارض وده بيدله افضلية كلما يمر الوقت ويستمر المجلس العسكري في صدة الحكم في النيجر معنى ذلك انه يثبت ضعائمه ويثبت اقدامه بشكل كبير وبالتالي ارى انه لابد من ان يكون هناك تفاهم مدة المدة الذي اعلن عليها المجلس العسكري ثلاث سنوات من الممكن جدا ان يتم التفاوض وتقليل هذه المدة لتصبح عام واحد فقط او عامين ولكن ان يكون هناك صدام مباشر فاننا نتجه بشكل كبير الى حرب افريقية افريقية لان هنا سيكون هناك دعما حقيقيا للمجلس العسكري من قبل مالي وبركنفاس وايضا من الشقيقة الجزائر على اعتبار ان الجزائر من اوائل الدول الرافضة منذ حدوث هذا الانقلاب لأي تدخل عسكري ومن الناحية الاخرى دول الاكواس منقسمة على نفسها هناك دول كثيرة منقسم المشهد في داخل الاكواس بين المؤيد للتدخل والرافض وبالتالي ارى ان المشهد الان يتفتت بشكل كبير ولكن لابد ان لا يكون هناك تدخلا عسكريا وأرى ان مجموعة اكواس ليس لديها القدرة سواء المادية او العسكرية على الاقدام على هذه الخطوة لانها اذا اقدمت ودخلت الى داخل النيجر فانها ستحارب الشعب الناجيري وليس القوات المسلحة الناجيرية فقط طيب اليوم تتابع هذه الاحداث وتعقدات الحل الدبلوماسي مع طروحة المتكررة من كلا الجانبين والاستعداد العسكري من هذا الجانب المواقف الدولية كيف تقرأها فرنسا من جانب وهي ربما من اكبر المتضررين والولايات المتحدة العسكرية ولها وجود عسكري في النيجر وهي ترسل سفيرة جديدة الى النيجر في تلك الظروف لا تستطيع حاليا تقديم اوراق احتمادها في ظل هذا الوضع المأزوم لو بصنا الاول للولايات المتحدة الامريكية والستاري هنقول ان الولايات المتحدة الامريكية تريد ان لا تفقد الورقة المهمة في غرب افريقيا وهي النيجر على اعتبار ان هناك صراعا خفيا ومعلنا بين الولايات المتحدة وروسيا على التواجد في هذه البقعة المهمة من القرى الافريقية الولايات المتحدة الامريكية تمسك العصى من المنتصف لم تدين الانقلاب ولم أيضا تتاجه إلى دعم المجلس العسكري وبالتالي هي تنتظر لترى المشهد إلى أين سيتجه ثم بعد ذلك تضع قدميها ناحية الطرف الذي سيكسب هذه المعرقة وبالتالي أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تخلت عن فرنسا في الداخل النيجر على اعتبار أنها جعلت فرنسا خلف الأسوار وجعلتها بعيدا تماما عن المشهد في النيجر وغلبت مصلحتها الشخصية على مصلحة فرنسا من الناحية الأخرى فرنسا قام حضرتك أشارت فرنسا هي الخاسر الأكبر لأن النيجر تعتبر هي ورقة التوت الأخيرة التي سقطت من الأيدي الفرنسية بعد مالي وبوركينة فاسو وظهور معارضة شديدة داخل النيجر وبالتالي أرى أن التواجد الفرنسي في غرب أفريقيا وفي منطقة السحل الأفريقي أصبح من الماضي يوما بعد يوم الأمور بتتصعب يوما بعد يوم هناك رفض حقيقي للقوى الاستعمارية التي نهبت الصراعات الأفريقية على مدار أعوام طويلة وبالتالي أرى أن المشهد الدولي الآن ستتحول عن نيجر في الفترة القديمة ولكن فرنسا لن تترك المشهد وتخرج منه بشكل بسيط أو ستستارئ على اعتبار أنها من الممكن جدا أن تسعى إلى إحداث انقلاب على الانقلاب أو دعم قوى أخرى لكي تكون موجودة في المشهد ولكي لا تستقر الأوضاع بشكل كبير على اعتبار أنها خسرة من النواحي الاقتصادية وأيضا من النواحي السياسية ولكن في ظل هذا السيناريو تعتقد أن الولايات المتحدة ستعطي ضوء الأخضر لفرنسا أن تدبر هكذا أمور وأن تعبث بالاستقرار في أن نيجر طالما أنها تخسر ممكن السؤال تاني استرحها عليك يعني في ظل هذا السيناريو الذي ذكرته من أن فرنسا لن تقبل بخسارة بتلك الخسارة بسهولة وستدبر أمرا ما تعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح لها بأن ربما أن يكون لها الطريقة معالجة انقلاب النيجر في ظن وتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وأيضا الصين لديهم مصالح كبيرة داخل القرى الأفريقية باعتبار أنهم ينظرون إلى القرى الأفريقية باعتبارها الغنيمة والكنزة الذي لم يتم فتحه حتى الآن وبالتالي أرى أن فرنسا لن تسمح بالخروج من المشهد بشكل كبير لأنه ما زالت هناك قوات فرنسية موجودة على الأرض وقد صرحت الدولة الفرنسية أنها لن تقوم بإجلاء القوات الفرنسية الموجودة وبالتالي أرى أن فرنسا موضوع قدم لها داخل الدولة الناجرية مستمر وأيضا على الرغم من أن الصراع دائر بشكل كبير من الممكن جدا أن تقوم فرنسا بتقديم الدعم المادي والعسكري إلى مجموعة إكواس وتقوم مجموعة الإكواس بالحرب بالوكالة بديلا عن فرنسا وبالتالي فرنسا لديها خيارات عدة في الداخل الناجيري ولكن في ظن وتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل قواتها لكي لا تفقد القرى الأفريقية على اعتبار أن الفراغ اللي تركته الولايات المتحدة بعد القمة الأفريقية الأمريكية الأولى التي عقدت في 2014 في هذه الفترة تحديدا تركت مساحات كبيرة ملأتها الصين وروسيا لدرجة أن حجم التبادل التجاري وصل بين الصين والقرى الأفريقية الـ 264 مليار دولار بعكس الولايات المتحدة التي التبادل التجاري قرابت الـ 50 مليار دولار فقط وده يدل على حجم ما وصلت إلى الدولة الصينية من توغل داخل القرى الأفريقية وأيضا روسيا التي رفعت الأعلام الخاصة بها داخل النيجر ومن الشعب الناجيري أنا أشكرك من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك